عزيزاتي وطالبات الصف الثالث المتبسط في ثانوية السندباد الأهلية مرحبا بكم لحل أسئلة الفصل التاسع والفصل الأخير السؤال الأولي اختر العبارات الصحيحة لكل من ما يأتي النسبة غاز النتروجين في الغلاف الجوي هي جواب الصحيب فرعبي 78.8% با تسمى طبق الغلاف الجوي التي تحت بطبقة الأوزون هي الميزوسفير والستراتوسفير التربوسفير والإكسوسفير ثلاثة أعلى طبقة من طبقات الغلاف الجوي هي طبقة الإكسوسفير السؤال الرابع يقول وسيلة الربط بين المرسل والمستقبل تسمى قناة الإتصال يمكن أن تكون سلكية ولا سلكية فرع د خمسة تتألف الكابولات المحورية من استوانتين تبصل بينهم مادة عازلة ثلاثة استوانات شبكة معدنية محطة بمادة عازلة استوانة معدنية واحدة محطة بمادة عازلة الجواب فرع A استوانتين معدنيتين تبصل بينهم مادة عازلة ستة يتألف اللي في البصري ثلاثة طبقات أربع طبقات طبقتين طبقة واحدة من ثلاثة طبقات فرع B سؤال السابع تستعمل موجات السماوية للاتصالات بعيدة المدى قصيرة متوسطة المدى أي بعيدة المدى ثمانية الغاية من استخدام الأغمار الصناعية هي تصوير المواقع الأرضية مراقبة الأنواع الجوية والطقس فرع B السؤال الثاني صح العبارات الآتية إذا كانت خاطئة دون تغيير ما تحتوي خط يتألف الغلاف الجوي من خليط من غازات جميعا متغيرة نسبة جميع نسبها ثابتة خطة جميع نسبها ثابتة الغلاف الجوي للأرض هو كتلة متجانسة ومن طبقات بعضها فوق البعض الآخر هو كتلة غير متجانسة غير متجانسة ثلاثة في طبقة التربوسفير يزداد الضغط والكثافة ودرجة الحرام عزيات الارتفاح يتناقص الضغط والكثاف ودرجة حرام عزيات الارتفاح أربعة تمتاز طبقة الستراتوس باحتواء على الكترونات حرة وأيوانات باحتوائها على طبقة الأوزون خطأ طبقة الأوزون خمسة بتأثير الأشعة فوق البنسجية منها وإي بي في الأوكسينية تولد الأوزون لها دور كبير في توليد الأوزون صح طبقة الستراتوسفير توجد في منتصب الغلاف الجوي على ارتفاع من 14 إلى 50 سبعة تمتاز طبقة الثرمو بقبلتها على عكس الموجات الراديوية ذات ترددات الأقل من 300 ثمانية التكاون منظومة الاتصال من ثلاث وحدات أساسية صح ثلاث وحدات أساسية هي المرسل والمستقبل وقناة الاتصال تسعة الموجات يطلق على الموجات الراديوية السطحية بالموجات السماوية أي موجات الأرضية خطأ حشرة ارتفاع الأقمار الصناعية لاتصالات عالية جدا صح عالية عن سطح الأرض سأذكر أربع غازات من مكونات الغلاف الجوي نتروجين أكسوجين أربون و سؤال أربع أذكر طبقات الغلاف الجوي الرئيسية تكون غلاف الجوي الرئيسية من خمسة طبقات مشروحة في صبحة 38 السؤال مشروحة أيضا في صفحة 39 من الملزمة سؤال 9 من المكونة رئيسية الهاتف النقال أيضا موجودة عشرة أذكر ثلاثة استعمالات للأقمار الصناعية استخدامات استخدام الأول الاتصالات استخدام الثاني الأغراض العلمية والاستخدام الثالث الأغراض العسكرية شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في امتحاناتكم شكرا لكم ولإصغائكم